بمقابلتنا بنرجع مع الكابتن عدنين الشرقي المدرب التاريخي للأنصار أولاً وشخص بنحبه كتير بنحبه كتير من ورا الرياضة ومن ورا موقفة بالسياسة حتى لأ أنا سياسة ما بحكي بحكي اجتماع 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 بالطريقة الجديدة كان في عنا الملعب البلدي عرفت بقصة إنه بنا نشيل الملعب البلدي ما نعمله باركينج شو رأيك بقصة هالباركينج محل ملعب فوتبول إلو تاريخه بالمنطقة؟ إذا بدك تحكي بالثقافة والحضارة بمستواها الرائع روح على إنجلترا نيح وروح على فرنسا وشوف لي الملعب ما يلي عملوها تبعة كأس العالم شوف لي ملعب الأندي يوان ملعب الأندي كلها بشوارع وبمناطق مقتزة بالسكان ملعب البلدي برأيه كرياضة ليس بيضلوا رمز ويضلوا موجود هلا بتقول لي بدي أعمل ست سبعة طويب تحت منه ما في مشكلة بس خلي الملعب طيب ليش منو نشيلوه؟ قاعد يما الملعب صغيرة ويعملو حضائق ويعملو صالط أفراح و منها عزا ومنها أفراح ومنها و هي بدك تشوف مين ورا المشروع و مين حيقد المشروع و مين حيستفيد من المشروع؟ ساعته بتعرف السبب مين بده يستفيد يلي بده ترسع لال شو اسمه المناقصة شو بعرفني مين انا اقل شاب بالاقتصاد وبعدين كان واقف المحافظ على حسب معلوماتي انه بده يعمل مقابله بالاشرفية انه يعمل موقف وكذا وكذا بس ملق يوم محال ملقه ملعب مع انه كان في ملعب السلام هلا الاباسي موجود اه شيلوا ملعب السلام وحطوا الاباسي الاباسي الملعب ايدا ملعب خاص لنادي السلام نادي السلام من باع للسلام صغرتها من باع لفريق بصغرتها مشان كان درجة اولى عرف كيف اجت شركة الاباسي مع مين اشتلوا الملعب وعملوا انت مش الهاكل تلي قبلها وانه بالطلط عم تحضر الفيطبول لبناني لانه انقوادم ايزا بدي احكيك ايزا كل على بدلو احضر مباراة العراق ولبنان مش من سنتين ونص وادا قال ممنوع انت ممنوع تفوت احد المارش اي لا روح اسأل المسؤولين عرفك كيف ما بساك وكان فيه اداريا قاعد مع المنطخب كل الخمس ضايا يطلع يفوت ناس ولادي صغار وولدي كبار ولادي وكذا وهي اللي حاطينه على الباب مصطول قالوا يمكن ما تفوت حدا اذا انشاف عدو الشاريه كمان قالوا منوه اني ما عم بقول انتبه انه ممنوع كيف بدي احكيه انه ما عايب انه يقولوله ممنوع كتير من ممنوع بس ولو اذا اني ممنوع بالقليل يزا بتعملولي بطاقة نمرة واحد مع انه ما بطلوب نمرة اثنان يلي بكتحطوهنه على الباب اذا بدي يكونوا بالقليل بالقليل يكونوا يفهموا لمين يقولوا ايه مع انه المدرجة اللي كانوا قالوا ممنوع ولادي صغار فيه ويلي عم يفوتون ما انه ما بيعرف من ازلين رئيس الاتحاد اه في محسوبيات الموضوع يعني ما قصتك ما انه ما بيعرف ك ر ت ق د مين ما بيعرف يكتبهن اني ما عندي اي شيء ضد اعضاء الاتحاد او الاتحاد الحالي ما عملولي شيء لكون مزبوط لمربح الانصار بنبسط لمربح منتخب لبنان بنبسط ما مثل غيري اذا كان مسؤول وانا مسؤول ان شاء الله يخسروا ان شاء الله ما بعرف اي شيء ومالله ما بعرف طبع اذا ما هنالك مشاناك بدي ارجع اقولك انا انه المتعلم او ما المتعلم بيصرف نفس التصرف بلبنان عمل عبدالد فريق خليجي ايجي احد ما حانو اذكر اسمك رئيسان اندي درجة قولها بلبنان اشتروا 1500 تذكرة وعطوها لناس ايجوا لابسين دجدشات وقعدوا بمدرج ملعب برج حمود الشرق كرمال كرمال حمصوا ضد الفريق اللبناني عامل عبدالد فريق خليجي حلو بتصفيات الاسيوية طب وقتها حضرت ماتش السياسيين هدا اللي عملوه ببعض مش اربع خمس سنين كرمال الوحدة الوطنية شو تعليقك الفني عليهم انا اكتر شاب يعجبني بالسياسيين لما يكون التلفزيون عم يصور او الكاميرا كلهم بيتضحكوا كلهم حبو وصدقنا صدقنا هن ما عدوا يعني مضد بعض الا بالاعلام بس لما يعدوا مع بعض بيحكوا مثل ومثلك تعرف لا لا كل لبنان ما ضرور يكون سياسي سياسي وغير سياسي فيه على الطاولة قالب قاتو يجبنا اسرائيل بلش تتصدر الغاز ونحن ما اتطفقنا بعض زوان موجود والبترول شو رأيك كلامي غلط مشغولين بشو بس بقى هلا مشغولين بشو بعد قداش عشو اتطفقه كيف اتطفقه قول لي كيف ما بعرف قولي ما بعرف كيف اتطفقه ولو ما انت بالتلفزيون وهذا كيف بالتلفزيون ما بتعرف كيف اتطفقه ارجع للجنة اللي سيوها ورجع ما بعرف للبرنامج وما بعرف ايش بلبنان ما في شي لله في تثبيطه في ناس بيعملوا لله بس ما واصلين في قليل بس يلي واصلين ما في شي لله بين الاندي ودورة بانه تنظم جمهورة تنظم لعيبتها وبين اللعيبة دورة انه ما يحكوا خطاب في شوية تحريض في شوية كزا وبين الاتحاد بيدورة كمان عم نشوف هلا بالباسكت سنة الماضي بالفنال وسط حكمة رياضي الادارات الاندي صارت تسب بعضها على التلفزيون ولا عايبة نفس الشي هيدا الموضوع بيأسر ولا ما بيأسر شو بيأسر بيحرق بلد شو بيأسر بيحرق بلد بس السؤال لإلك اني بيجي بطرح لكي اذا في قوانين واني عن طبقها ما في قوانين يا أخي طبعا بإنجلترا الله ما تقولي رحت عإنجلترا إذا واحد يبينتقد الحكام بوقفو مدرّي بينتقد الحكام ما في قوانين هيدا لي يلي بسلا هيدا يلي ولع يلي أنت عم تقوله هيدا ولع وهيدا ولع ما في قانون شو بقول خمس سنين ممنوع في تعمال خمس سنين ما ممنوع يشتغل خمس سنين وكذا إذا بيشتغل بتخسرهم بس حاش أنت بيتهنوب إذا كنت أنت مدرّب كنت تسيب حكام كنت تسيب لعيبة كنت يتلعصات لا سيب لعيبة غلط مني بس سيب حكام بتوقف حكام لا بس كنت تسيب لعيبة غلط سيب لعيبة لعيبتك إلا ما هليك غلط سيب لعيبتي غلط غلط ما عم بقولك بس ها بتصير لا ما بصير ما مظبوطها بس أنا هذا الشي ما عم ببرر حالي أنا عم بقولك أنا مخطئ أنا مخطئ أنا مخطئ ولكن قد ما كنت أشتغال قد ما كنت أشتغال بعدني لهله من سنت التسعين بيخد أدوية أعصاب أوف آه شو فيش حادس بتتذكّرها عن شي صار مع العيبة لأن بتذكّر بوقتك إن شهرت خبرية إنه صاروا من التلفزيون قلو لك صوتك عم بيطلع على التلفزيون إني أظن يحطوا حمّة وحرقون والشي غلط هاني بقى نحطوها هاني آآ بعدني عم بقولك أنا يعني إذا الله بيرجع بيرجعني مرة تاني كل شي بعملوا بحياتي هو وزاته ما عدا هايدي الشغلة مسبل آه بقى هي غلط بس واحد ما بيعرف غلط إلا بعد فوات الأوان وهو الشي أنا كان لازم ما هي المشكلة كيف مرة إجا واحد بدي يعلم واحد ما متعلم آه قال له قول ده قال له ده قال له قول جا قال له ده را جا قال له ده قال له قولها سريع قال له سريع اللبناني بتضلك تحكيه اللاعب كم زمانية تحكيه ما تعملهاك وعمي لهاك وعمي لهاك وعمي لهاك وواك وتحفظوا يوم وتحفظوا يوم وتقول الجمعة كده بينزر بالماش بينزر كل شي ليش لأنه منزغره ما تعلم الالتزام طب خلينا نتخيال حالنا هلأ بالملعب البلدي نشوف فيديوهات إذا أنت كنت اليوم مدري شوف شو بيكون تعليقك من بعد ما تشوف الفيديوهات خلينا نشوف الفيديو الأول قبتي وصلت للنقورة صاير معك هيك شو بدي تكذب لا يعني بس بدي تكذب عليك لا بهديك الوقت هيكي هلأ بتاع شو هلأ هلأ بعد بهالوقت بقول بقول بتصير لأنه بس لو كنت عارض للمرعب كنت ردت فعلك كنت معوني لك وصلت عنا قورة طب خلينا نشوف فيديوهاتاني تنشوف هيدا لو كنت مدرب كيف كنت عملت معوه انتظر لك فيديوهاتاني دورك جاك بتصير أمرار بتكون من الأرض أمرار بتكون من اللاعب ما أخذ التايمينج مزبوط وما أخذ وضعه هو مزبوط وأمرار بتكون بالكرة أحضرت أنت بالتوزيع جوائز العالم أحسن هدف يلي نقوا لهيدا تبع الماليزة لا ما أحضرت أنا أتحدى أي كاميرا رسمها بالكمبيوتر ما بتجي كرة من شاطة هان وصلت لهان وصلت راحت 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 أكلها الطابعة فاتت هنيكة كيف إجت لهان وراحت لانيكة سبعة متار وثانين وقفت جلس راحت بالعرض وراحت لانيكة كيف هذا ما بتصير ما بتصير مثل ما هيدا الشيء المليح بصير الشيء العاطل بتصير وأحلى هدف طلع وأخذ الجائزة أحلى هدف بالعالم هذه اسمها جائزة بوشكاش هيك أشياء بتصير بس في العيبة بتتكرر معهم هالأخبار هيدا بيسقط سعره ما بيتكرر معهم لأنهم بدي أعطيك أعطيك مثل ليش ميسي أحسن لعب بالعالم انت برأيك ميسي أحسن لعب بالعالم تقريبا مش رونالدو لما تكون الطابي بإجره لما تكون الطابي بإجر ميسي ما فيه مطلوبين ناسا رونالدو بيمتاز فيه إنه بالإجرتين وعنده راس صح ميسي أحسن لعب بالعالم اكتشفوا الكمبيوتر هو نظره مع عقله أسرع من أسرع أي واحد ثلاثة بالمية يعني أنا بتقول للشباب الصغار عنا الفوتبول مش بس بالإجران آآ 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 طبعا نظره العقل بيعطي النظر أسرع من أسرع واحد بالعالم كرويا بالنظر ثلاثة بالمية من شانيك أحسن واحد بالعالم إذا بقى ننهي حوارنا معك كابتن عدنان إذا بقى نتخيل اليوم حالك وقف بالطريقة جديدة وعم بيهدوا الملعب قدامك شو بتفكر وشو بتقول أنا قلت قبل كان أنا مني عارف إذا بمتت قبروني بالملعب لأنه أنا بالملعب من سنة 1945 أنا قاعدة بكيس لبنان كان عمري سنتين حط خيي حطني بالكيس كان فريق النهضة عم يلعب يعني أي سنة بدي قولك تقريبا خمسة أربعين ستة أربعين ما بعرف شو هيك بس أنا ما ويعي بس هني بيقولولي أنا عايش هنيك وبيتي هلا أنا لما أطلع على البراندا بتطلع بشوف الملعب وبشوف الدرجة الأولى والمنصة هيك والهدا عم تتخيل هيدا نهار حسافر على كندا لما هيك على كندا لما بدون يهبطوا حرام الله يطول بعمره الله يحفزك وإن شاء الله هاي دي الجملة اللي قلتها أنه تندفن بالملعب إن شاء الله بعض عمرا طويلا ما نشكر مشاهديننا وما نشرك لك حاج على هاي دي المقابلة إن شاء الله كل ناحية سلبية قلت عن قرة القدم تكون أني غلطان فيها وتكون القرى ماشي كثير منيح إن شاء الله لأنه هيك وبرجع بعد لك فوتبول بدو رجع والرياضة كلها بدأ شقلب بس ما ممكن تتشقلب والأوضاع السيئة دي هيك لأنه الرياضة بتتبع كل نواحي الحياة الباقية 100% شكرا لك عن جديد أبدا بالعجل